بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وألحقنا بعبادك الصالحين أما بعد فما حكم الأربعينيات التي تقام للميت وكذلك ما يتعلق بالميت والتعزية والجنازة وهذه الأشياء بدع الجنائز والموت هناك بدعة كثيرة وهناك أشياء نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام وحذرة منها فتوقفت الحمد لله مثل إتباع الميت بالنار ونحو ذلك هذه أشياء انتهت فلا داعي لذكرها الآن إلا إذا أعيدت أو تقرأ على سبيل التعلو في أحكام في كتب السنة نبدأ من ساعة الموت البكاء والنحيب البكاء جائز ولا إشكال فيه كما قال سيدنا عليه الصلاة والسلام إن العين لتدمع وإن القلب لا يحزن وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون النحيب ورفع الصوت وشق الجيوب هذا الجيب الذي تفعله النساء ونذف الشعور كلها أشياء محرمة وبدع وفيها مخالفة لهدي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إضافة إلى المخاطر الأخرى ككشاف العورات ونحوها تفعل بعض النساء حينما تسمع الخبر تشق ثوبها هذا كله منهي عنه وكله من عادات أهل الجاهلية إضافة إلى ما فيه من الاعتراض على شرع الله سبحانه وعلى قدر الله سبحانه وتعالى الإنسان يصبر ويحتسب ويقول إنا الله وإنا إليه راجعون كما ندبنا القرآن العظيم إلى ذلك الموت مصيبة أم ليس المصيبة؟ مصيبة أصابتكم مصيبة الموت كما جاء في القرآن أول واجب على الإنسان أن يسترجع ليس واجب فرض يعني أنه يعني أنه يصبر ويحتسب واجبه الصبر ويحتسب ويحرم عليه الجزع الأمر الثاني يسرع في الجنازة وتجهز بسرعة وإكرام الميت دفنه في مذهبنا الحنفي يحرم أو يكره تحريما المشي أمام الجنازة فالمشي يكون خلف الجنازة وليس أمام الجنازة وهذا أمر يتساهل فيه كثير من الناس جرت عادة للمسلمين وهي سنة حسنة فيها تلقين للميت وهو يلقى للشهادتين ويذكر بالله سبحانه وتعالى والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يسمع قرعان عالهم إذن هو يسمع فيجلسون عند قبره ساعة من الزمان يذكرون الله تعالى هذه أشياء كلها حسنة وأكثر العلماء على جوازها وكتب المذاهب الأربعة تفيض بهذا الأمر الوهابيون يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مثل هذا لماذا؟ لأنه عندهم الميت عندهم حساسية رهاب 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 البدعة ورهاب الشرك أن هذا كذا كيف يسمع ما يسمع قضية النبي عليه الصلاة والسلام يقول وإنه لا يسمع قرعان عالهم هذا أمر لا بأس به ولا حرج عادوا إلى بيتهم من المنكرات الموجودة في بلاد الشام الحمد لله استطعنا أن نزيلها في بعض الأماكن حينما كنا هناك قضية الضيافات في التعازي يعني كان يضيف التدخين وهو حرام أصلا والأمر الآخر قضية التعزية هذه التعزية تكون بالتذكير بالله سبحانه وتعالى الناس احتادوا أن يقولوا عظم الله أجركم وشكر الله سعيكم وغفر الله لميتكم كلها أشياء حسنة مستحسنة وأحد من الوهابية مات لنا ميت فجاء يقول لي اصبر واحتسب اصبر واحتسب هذا ليس تعزية هذا نعم النبي عليه الصلاة والسلام ندم الناس لهذا فهو يسلم علينا بأيدينا ويقول اصبر واحتسب حتى لا يقول ما يعده بدعة دعك من هذا نعم الصبر والاحتساب مطلوب ولكن ليس هذا تعزية هذا ندب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وموعظة الضيافات التي تحصل سواء القهوة أو غير القهوة التي تقدم إذا كانت على نفقة ايتام ونحوي فهي حرام قطعا الميت إذا ترك مالا وأخذوا من هذا المال ويوجد ايتام ورثة هذا حرام قطعا واكل أموال الناس بالباطل واكل أموال يتامة حرام على مقدمه وحرام على شاربه إذا علم نعم تقديم التدخين حرام أشد لأنه أصلا حرام في ذاته ذبح شيء من الحيوانات على نفقة الميت أيضا حرام إلا إذا كان الورثة من البالغين الراشدين أو الميت قد أوصى بهذا فهذا ينفذ من الثلث لا إشكال في هذا الأمر أما أن يأخذ من أموال الأيتام فهذا حرام أمر آخر السنة الشريفة ندبتنا إلى أن نصنع لأهل الميت طعاما صنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم في بلدنا في الفرات يعني في الميادين وكل الفرات الحقيقة هذه من عادات الحسنة يعني أهل الميت لا يطبخون في يوم الوفاة يأتي إنسان من الجيران أو الأقرباء أو الأغنياء فيدعو جميع الحاضرين أهل الميت ومن حضر يدعوهم إلى الطعام فهذا شيء حسن حتى لو كان على سبيل الدين العرفي الدين العرفي ما هو؟ يعني هذا أكرمنا يوم وفاة ميتنا فعلينا أن نكرمه يعني هذا شيء جرى عليه تساهل الناس ليس فيه إشكال نعم وليس محددا المهم يعني واحدة بواحدة الأمر يسير وفيها أيضا نوع من التعاون على مصائب الزمان قراءة الفاتحة سنة حسنة جرى عليها أكثر أهل الإسلام توزيع أجزاء وختمة توزع شيء أحسن أيضا بحيث لا ينشغل الناس بالقيل والقال كل داخل يقرأ جزءا بحيث تختم عدة ختمات وكل يدعو الله تعالى أن يصل ثوابها للميت على كل حال إن لم يصل الثواب فقد قرر القرآن والقرآن مشروع عظيم الأربعينيات هذه يعني استحضار العزاء بعد أربعين يوما ويطعام الطعام والناس هكذا هذه بدعة خطيرة هذه بدعة خطيرة لأن العزاء ليس في الشريعة تجديده ويزداد الأمر سوءا ما يجري في بدعة خاصة أهل الفرات في الشام والعراق ولا أدري باقي المناطق حينما يجددون العزاء في الأعياد إذا أول عيد يأتي بعد وفاة الميت يلبسون لباس أسود ويقدمون القهوة السوداء الحاء المرة بدل الحلوة يعني تجديدا للحزن هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام فأيام الأعياد أيام أفراح وليست أيام تجديد المصائب جرى عرف أهل الفرات بالذات أن اليوم الثالث في التعزية يقيمون مولد للنبي عليه الصلاة والسلام من أجل تجديد الفرح بل يقدمون الحلوى في هذا اليوم على أساس أن الحزن قد انتهى وقد فرحنا به عليه الصلاة والسلام وبأمره وبجرع الله تعالى هذه عادة جميلة جدا وهذه سنة حسنة رائعة جدا فيها ذكر لله وصلاة على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعني رضا بقضاء الله تعالى خلاص الآن انتهى العزاء فلان سنفرح بعد ذلك إطالة الدعزية فتى طويلة أيضا بدعة الأربعينيات إذا كان بعد أربعين يوم يقيم صدقات وهو غني يحب أن يتصدق ويسأل الله أن يصل الثواب لميته لا حرج في هذا المشكلة في تجديد الحزن هي المشكلة أما في الصدقات فبابها واسع من مال المتبرع ليس من أموال الميت فهذه أشياء أحببنا أن يعني نركز عليها النظر خاصة أن هذا يعني بلاء يقع ونسأل الله لمن مات له ميت أن يرحمه ونسأل الله جل الجلاله أن يرحمنا وأن يتغمدنا برحمته في الدنيا والآخرة وأن يجعلنا وإياكم ممن طال عمره وحسن عمله في عافية ولطف نقطة أخيرة جرى عرف أهل الشام أن يقولوا الديون التي على الميت عنده فلان يأتي شخص من أقرباء الميت أو أولاده أو كذا يقول الديون عندي هذا حسن وهذا يبرئ ساحته أمام الله سبحانه وتعالى فيرضى أصحاب الدين هذا حسن في بعض المدن في الشام ولا سيما ربما دمشق وما حول دمشق يتذاكرون حسنات الميت يعني وهو يعني بعد الصلاة أو عند الدفن أو قبل الدفن يقول الله كان رجلا صالحا كان مواضما على صلاة الجماعة والجمعة كان من أهل الخير كان من أهل العبادات هذا كله حسن هذا في صحيفة أعماله كل هذا الشيء حسن وهذه البدعة الطيبة البدعة الحسنة التي يا أجاء بأصلها الشرع الشريف كما في قول النبي عليه الصلاة والسلام وجبت والحقيقة البدعة كثيرة والأشياء كثيرة ونسأل الله أن يرحم موتانا وموت المسلمين وأخذ دعوانا الحمد